أنت عارفة يا آية أن فيه ناس كتير بتفتكر أن الراديو أسهل بكتير من التلفزيون. أنا اشتغلت تلفزيون وبعدين اشتغلت الراديو وبعدين رجعت تاني التلفزيون. وكنت واحدة من الناس اللي فاكرة أن الراديو أكيد هيكون أسهل من التلفزيون بكتير. واكتشفت مدى صعوبة أن أنت توصلي المعلومة أو توصلي إحساس اللي أنت عايزة توصليه للمستمع. من غير ما يكون شايفك تقدقي صعب. المستمع زكي جدا. لو أنا زعلانة وبحاولة فيك ده بيباني. بيباني يعرف أن ده ده الواتي ده فيك. بشيء يعني في مرة كنت متضايق أو معياتها قبل الهواء مع أني أنا أصلا بعرف سيطر على الموضوع. مين زعلك بس يا آية؟ لا لي زعلوني كتير قوي. بس لا أبا زعلهم برضو. إحنا جمزين قوي. بس فالمستمع يعني شاطر بيعرف يميز مين بيعمل إيه. أنت متضايق مبسوط زعلان. فالراديو لا صعب قوي بس ممتع. يعني أنا أحب الراديو أكتر من التلفزيون بكتير بكتير. مع أني قدمت محتوى مرئي على برضو على الموقع اللي أنا شغالة فيه. حبيته آه بس الصوت برضو. يعني أنا أحب أتكلم مع السمعني كده. ناخد وندي مع بعض دوني تبقى أحلى بكتير. طب أخدت أي كورسات أو أي فوكاليز أو أي حاجة ولا؟ لا. طب يعني إحنا نعتبر أن دي كانت موهبة من عند ربنا. وإنتي اللي قبرت نفسك فيها واحدة واحدة مع نفسك. بالضبط يعني هي كانت موهبة والكلام ده كله ولكن مع التدريب ومع الممارسة لقيت الدنيا بتمشي. آه اليوتيوب بقى موجود والحاجات كلها موجودة لو عايزة أزود حتة عندي معرفهاش. أشوف تمرين يوسع الصوت يوسع النفس. الكلام ده كله موجود. وده طبعا بيكونوا أون لعين. ده أنا في البيت ببهدلاهم بالصوت كل شيء آه 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 ده بقى إيه صغالة بالبوكاليز تحديدا يعني ده مهم قوي عند دينات البوكاليز أو. آه بس ومن هنا ودأت طب أول فرصة جاثك للشغل الفكرية. آه طبعا ما أنا اللي قدمت أو أنا اللي عملت الفرصة. حاجة بقى بعيدة عن الحكتك أنت. فرصة فرصة أوفاشل يعني. آه بصي كل ده كان ساعي لكن الفرصة الأساسية كان الموقع لأنه هو حاجة رسمية بقى معروفة مرخصة ومصرحة والكلام ده كل. جات لي عن طريق أن أنا كنت عاملة تريند على السوشيال ميديا بالفويس أوفل. ففي جريدة ما يكلمتني وعملت معي انترويو. من انترويو الموقع جب. هوا كانت لفة كده. لفة. أو.